اكد الشيخ احمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك حرص الادارة على تيسير حركة التجارة في مملكة البحرين من خلال سرعة انجاز الاجراءات الجمركية وعدم تأخير البضائع والشحنات التجارية ونوها رئيس الجمارك بالدور الذي يلعبه مركز خدمة العملاء التابع لشؤون الجمارك في تقديم الخدمات الجمركية للمواطنين والمقيمين ممن يستخدمون وسائط التجارة الالكترونية والرد على استفسارات موقع الشحنة كونه همزة الوصل بين المنافذ والعملاء لتزويدهم بكافة التفاصيل بكل شفافية ومهنية كما أكد رئيس الجمارك خلال زيارته التفقدية إلى الشحن الجوي اهتمام شؤون الجمارك في تعزيز النمو الاقتصادي وتقديم خدمات جمركية متميزة من خلال تيسير حركة التجارة في المملكة بالسرعة والجودة المطلوبة حيث اطلع على سير العمل خاصة فيما يتعلق بتخليص البضائع عبر الشحن الجوي والإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا وأشار إلى ارتفاع معدل الشحنات عبر إدارة الشحن الجوي من خلال زيادة استخدام العملاء لوسائط التجارة الإلكترونية بما ينعكس إجابا على الإيراد العام وأوضح النشؤون الجمارك من خلال استراتيجيتها وضعت الخطط والبرامج المسبقة لمواكبة هذه الزيادة لتسهيل إجراءات تخليص البضائع والتي تشمل عدة مراحل وهي الشحن من قبل الشركات وإجراءات التخليص من قبل المخلصين والتي تتضمن أخذ الموافقات من الجهات الرقابية